ايه 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 زيارة أبضل حملية غالية الحمد لله شو الله تطلعي من هنا؟ شباية؟ انا مش عايزك تلاقي بكرا في النيابة هيبقى معاك محمي تتعبش نفسك انا عارفة قليل وغطة قليل ايه وغطة ايه؟ انا لو امدي ايدي اللي رايح واللي جاي هعمل كده وهيبقى المحمي معاك اللي فهمته من الضبط ان القضية لابساني لابساني ما كان ستبعه على اغافة دولابي والدولارات كمان خلاص؟ انا عطل على الضبط وقوله الحاجة بتاعتي وما تخصكيش في عام لا اوعى تعمل كده ابنك محتاج لك وابني كامل محتاج لك هو وامي وبعدين يمكن لو عملت كده يا تبروك شريكي يبقى روحنا فيه احنا الاتنين عشان خاطري عشان خاطري اوعدني انك تخلي بالك من الوحوم نومي وفيها غالية بتتكلمي كأنك روحتي خلاص انا كسر الدنيا اكسر دماغ معراهن واللي جابه معراهن ما لكش دعوهم هيرندة تاني فيها اللي جراننا في سببه الناس دي احنا مش قده دي ناس ما بتعرفش ربنا خلي بالك من امي ومن نوح خلي بالك من نفسك ومن ابنك وعدني يا عبدالله عبدالله أخوي حين عمره ما تكسر أبدا بصلي يا عبدالله وعدني عشان خاطري خاطري يا عبدالله وعدك والله يا حبيب انا ما مصدقة نفسي يعني انت الناس في الحارة هتبقى ماشية بتقولك يا معلم ميشو على سن ورم وانت بقى هتبقى مرات المعلم ميشو شفت بقى لما سلمتلي دماغك اتنصفنا ازاي؟ ولسه يا بيت بصصلك الصراحة يعني ميشو انا حسها بالزام حسها كده ان انا سلمت اختي غالية تسليم اهالي ايه هترجعت وليلي اختي تاني مش اختك دي اللي خدت العرمية بتاعت ابوكي وروحت دشملتها ولما روحنا نتكلم في حقنا خلت امك تتردنا من البيت وكت السبب في موت المعلم حنف اللي هو ابوكي لما رفضت ان المعلم عباس يدفع مصاليف علاجه ايوا الصراحة عندك حق خلاص صلى عن نبي طب ايه بقى؟ صلى على النبي صلى الله على وسلم وبعدين انا عايز افهم برضو لما باشا زي الباشا مهران ده لما يحط وحدة زي اختك في الدماغ وعايز ربيها معنى كده ان هي عملت بالوة وبعدين انت اتصرفت صح يخلي بالك والنفر بدينا الفرصة لما بتجيله بتجي مرة واحدة بس ويبقى غابة لو ما عرفش يستغل لها صدق صح؟ او ربنا؟ انا طول عمرة اقول ميشو جوزي ده تماغو توزن بالد بحالة مش الحارة بتاعتنا المعافينا دي لا 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 اشتركوا في القناة